ها هي لعنة القدافي تلاحق ساركوزي وتضعه رهنة تحقيق تحقيق أولي متعلق بشبهة تلقي الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي دعما ماليا من الزعيم الليبي الراحل معمر القدافي إبان حملته الانتخابية للوصول إلى قصر الإيزي عام 2007 اتهامات ضل ساركوزي فيها منذ تفجر القضية عام 2013 ليستجوب أمس لأول مرة أمام المكتب المركزي لمكافحة الفساد والتجاوزات المالية والضريبية ساركوزي كان من الدعاة الأكثر حماسا للإطاحة بحكم القدافي عام 2011 دعوة كان يراد منها حسب مراقبين طمس الحقيقة بشأن مصدر أموال حملته الانتخابية حملة أكد سيف الإسلام القدافي تمويلها من قبل ليبيا قائلا مولناه ولدينا الدليل نحن مولنا لحما انتخابية تاعة وعندنا لكل التفاصيل ونساعدين نفضحها تورد ساركوزي أكده أيضا رجل الأعمال الفرنسي من أصل النبناني زياد تقي الدين الذي اعترف عام 2016 بنقله لمبلغ 5 مليون أورو نقدا من ليبيا سلمت لساركوزي الذي كان يشغل وقتها منصب وزير الداخلية وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات يتساءل الكثيرون هل ستنصف العدالة الفرنسية دماء الليبيين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر